شهد مركز خرفكان الثقافي افتتاح معرض إبداعات كتتيب الثاني لمبدع الخط العربي في المنطقة الشرقية بحضور سعدة عبدالله العويس رئيسي دائرة الثقافة في الشارقة والأستاذ محمد القصير مدير إدارة الشئون الثقافية في الدائرة إضافة إلى القائمين على المعرض وجمهور من محبي الخط ويضم المعرض 22 عملا خطيا لأربعة عشر طالبا ناشئا حيث عكست الأعمال لغة بصرية لافتة تجلت في تطويع الحرف العربي ويؤكد البرنامج على الدور التنويري للمسجد في نشر الثقافة العربية الإسلامية والحفاظ عليها ومن ضمنها ثقافة الخط العربي وتعميق الوعي لدى المجتمع بفن الخط العربي إضافة إلى ممارسة الخط الأصيل بشكل تلقائي ويومي نتيجة الاهتمام به